أهلاً بحضراتكم معنا من جديد بشرفني جداً يكون ضيف هذه الفقرة لأول مرة على قناة ميسات الدكتور المهندس رفعة عبد الملك الخبير الدولي في إنشاء السدود رئيس الجالية المصرية في شيكاغو أهلاً بك يا دكتور بنوارنا أهلاً وزي أهلاً زيك يا هاب الحمد لله يا فندم أهلاً بساعدتك أنت سمعني كويس؟ جداً يا فندم حياتك سمعني؟ أيوة سمع كويس خالص تمام زي الفول وبس فيه تايم لاك بسيط لكن إحنا سمعين بعض حل دكتور أنا عايز بسرعة أنجز عشان نلحق نتكلم عن السدود وساد النهضة وطاريخ ساعتك بس تسمح لي أبتدي بوجود سيد الرئيس في فرنسا عشان مؤتمر دعم ليبيا والعلاقات الصناعية يعني أحب أعرف تعليق حضرتك على التوقيت وعلى توقع المخرجات طبعاً السيد الرئيس يعني كلنا إحنا في المحجر بنفتخر بكل الإنجازات اللي هو بيعملها أنا كنت زي ما حضرتك يمكن ما تعرفش أنا كنت موجود في مصر من حوالي ثلاث أسابيع بعد ما مر طبعاً سنتين محدش كان بيقدر يسافر عشان خاطر موضوع الكوفيت لكن أنا كنت موجود من أول أكتوبر والحقيقة كانت يعني مفاجأة ممتازة أن أنا أشوف كل الإنجازات اللي حصلت وخصوصاً في حتة ما كنتش متوقحة يعني يعني مثلاً أديلك أننا روحنا راس البر مثلاً والإنجازات بتاعة مساكن الصيادين اللي كانت عيشاش قبل كده النهاردة حاجة تفرح وألوان كده يعني الحقيقة الواحد ما كانش أبداً متوقع أن أنا أشوف حاجة زي كده وطبعاً أنا روحت برضو للسعيد وفي نفس الوقت كنت في أنا أصلاً من المانيا مواريد المانيا طبعاً طبعاً حتة من الحتة العزيزة علي خالص من أيام الطفولة أن أنا كنت بروح دير جبل الطير طبعاً فالسنة دي قلت أن أنا أروح هناك وأشوف يعني بعد مرور سنين طويلة كده الموضوع إزاي والحقيقة كانت الحقيقة زيارة موفقة جداً وطبعاً انبهرت من المكان اللي معمول وعملته الدولة لتكريم شهدات بيبيا أيوة فيعني دي حاجات من الأمثلة وطبعاً الطرق والكباري والتحسينات اللي معمولة في البلد يعني لاحظت كتير جداً لأن أنا كنت غايب حوالي ثلاث سنين من سنة آخر مرة روحت كنت سنة 2018 لكن ملحوظ جداً هدي إيه في حاجات وإنجازات اتعاملت في البلد دكتور رفعت يعني تلات سنين مش كتير ده أنا كنت متخيل فرحة حضرتك بالتغيير تصل مثلاً لسبع تمن سنين فدي حاجة تسعدنا وتشرفنا جداً إن حياتك شايف كده لا طبعاً وبعدين أنا كنت موجود في بورسعيد برضو وشفت طبعاً قناة السويس والإنجازات اللي فيها وكده حاجة تفرح الحقيقة حاجة تفرح